موسيقى موسيقى بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين سلام ونعمة الرب يسوع معكم أعزائي مشاهدي قناة الحياة المسيحية ومتابعي برنامج أبناء الرافدين حلقتنا اليوم بعنوان العملية الإرهابية ما هي وكيف تتم وما هو السبب عملية الإرهابية هي عبارة عن أربع نقاط فقد انتشرت على المواقع الاجتماعية فكرة شيخ يفتي وغني يمول وغبي ينفذ ولكن هناك رقم واحد التي هي آية من القرآن أو تعاليم الشريعة الإسلامية ومن هنا تأتي فكرة العملية الإرهابية ورقم 2 شيخ يفتي ورقم 3 غني يمول ورقم 4 غبي ينفذ نبدي مع آية من القرآن من آيات القتل والإرهاب القرآن هو القاتل الحقيقي والعملية الإرهابية هي نتيجة الفكر الإسلامي لكن هذا ما يحدث بعد كل حادث إرهابي تقوم به جماعات من المسلمين من خلال تعليم القرآن يخرج المحللين والمبررين والمعلقين من المسلمين وشيوخ الإسلام ويقولون أن هذا ليس من الإسلام وأن هذا الشخص ليس مسلم أو هم ليسوا مسلمين وأنها عملية صهيونية أو أمريكية أو أوروبية لها حرب صليبية جديدة والإسلام بريء منهم ومما قاموا به أو اقترفوه هؤلاء الطالحين أعداء الحياة ويستشهدون بآيات من القرآن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا سورة المائدة خمسة ثنين وثلاثين بس ما حد يقدر يخفي آيات القتل والتكفير ما شاء الله هم هواية وحاديث النبي بتحليل كل ما يرغب به من لذات بإسم الله ويدبعها الجزية وطريقة انتشار الإسلام كلنا نعرف الإسلام انتشار بالسيف أولا آية من القرآن ماذا يقول القرآن عن الإرهاب وهل ورد الإرهاب في القرآن نعم أو لا نعم لقد تحدث القرآن عن الإرهاب إرهاب الأعداء أعداء الله منهم الكفر والنصار واليهود القرآن هو القاتل الحقيقي والعملية الإرهابية هي إفرازات آيات القرآن كما هو مكتوب وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين سورة البقرة آية 191 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين سورة البقرة 193 كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون البقرة 217 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميعا عليم البقرة 244 فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقاتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما النساء 74 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف سورة النساء 76 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم المائدة 33 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فأضربوا فوق الأعناق وأضربوا منهم كل بنان سورة الأنفال 12 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميتوا إذ رميتوا لكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن أن الله سميعا عليم سورة الأنفال 12 فكلمة إرهاب في هذا العصر تختلف وتحتاج إلى تعريف صحيح وواضح لكن هذا هو الفكر الذي لديهم أنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم يناظلون من أجل استرداد أوطانهم وهذا هو فكرهم أنهم يستعيدون حقوقهم وحريتهم من خلال هذا الفكر الذي هو دائرة الإرهاب والإرهابيين ويقولون وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين سورة البقرة آية 193 هنا عندنا سؤال هل يسترد المسلمين أوطانهم أم يسلبون حقوق الإنسان وبيت الإنسان وكل ما يملك بعد قتال أو قتل الناس أو سلبهم كما هو مكتوب في القرآن قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين آتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون من سورة التوبة وبعد هذا يأتي شيخ المسلمين والجامع ويقول داعش لا تنتمي إلى الإسلام صحيح هم لا ينتمون إلى الإسلام لأن داعش هم الإسلام الحقيقي هو كل من يطبق القرآن وهم داعش والسؤالي هو من أنت حتى تقول يؤمنون ولا يؤمنون ومن أنت لتعرف الحرام والحلال ومن أنت لتدين الله هو من يعرف المؤمنين وغير المؤمنين الله هو الذي يحلل ويحرم الله هو الذي يدين من أنت حتى تدين الآخرين العملية الإرهابية هي معادلة كيميائية آية قرآنية مع تعليم الشريعة وفتاة الشيوخ ومساعدة الغني بالمال وغبي يقوم بتنفيذ الإرهاب بإسم الله أكبر هسا نتكلم عن ثاني نقطة اللي هي الشيخ يفتي وما شاء الله في هذا الوقت عندنا هواية شيوخ يفتون الشيوخ هم فاعلين الخير وجنابك تريد تعمل خير تريد تحلل وتقتل الناس بإسم الله وتلعب بعقول الناس الضعفاء والغير مدركين من صغار النفوس والمحتاجين وهذا كلها بسبب عدم المعرفة وعدم التعليم والفهم والإدراك العتب على الدولة اللي ما تساهم بالتعليم والسياسين اللي يخلطون بين السياسة والدين وكل هذا يقول لك هذولا مو مسلمين آية من القرآن ومفتي مسلم بين قوسين شيخ أو داعية أو إمام مثل ما يسموه وممول مسلم ومنفذ مسلم وهناك كثيرين من الشيوخ مثل علاء الموسوي رئيس ديوان الوقف الشيعي الذي صرخ أنه ينبغي على النصارى واليهود أما أن يعتنقوا الدين الإسلامي أو يدفعون جزية أو يقتلون وهناك العريفي والعرعور والقرضاوي وهناك كثيرين آخرين من شيوخ الفتنة أعزاء المشاهدين لا يولد الداعشي إرهابي بل يولد مسلم ثم تجعله شيوخ الفتنة إرهابي وداعشي شيوخ يفتون لا ترى فيهم أي سلام وهم مدعين يعتلون المنابر ويضحكون على الناس بإسم الإسلام والقرآن وبإسم الله وقلوبهم تشهد بالكذب وليس فيهم سوى الطمع في المال والنساء ويصرخون بالجهاد ضد أعداء الله وهم يتمتعون بكل مالذ وطاب من شهوات وتحليل بإسم الله من أجل المال وهناك رضاعة الكبار وزواج الصغار واختصاب النساء بإسم إله الإسلام الذي يحلل ويلبي كل طلباتهم طلبات المسلمين كما هم يدعون فهي مثل قائمة الطلبات حيث أن تكون مسلم هناك لك مالذ وطاب ورقم ثلاثة غني يمول خلونا نشوف الغني الذي يمول الذي هو من الإسلام يمولون العملية الإرهابية أثرياء من الخليج يمولون الإرهاب الآن في تونس أعلن وزير الخارجية في تونس أن أثرياء الخليج يمولون الإرهاب في تونس وفي العراق أثرياء كثيرين هناك من الدول المجاورة من يمولون داعش والإرهاب في العراق حيث أعلنت محكمة التحقيق المركزي العراقية توقيف مجموعة معينة بالملفات المالية الإرهابية في العاصمة بغداد وكشف عن أثرياء من الدول المجاورة للعراق يدعمون تنظيم داعش والإرهاب ولا ننسى السعودية هي تقف على رئيسة الدول الخليجية التي تدعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم وهي مولت الإرهابيين من كل الجنسيات وأرسلتهم إلى العراق وسوريا خلال السنوات الماضية ولا زالت إلى هذا اليوم هي الممول الرئيسي وكل ذلك من أجل المال حيث أن العملية الإرهابية هي تجارة مربحة من المال يتم بيع السلاح وقتل الإنسان وبيع الإنسان كعبد باسم الإسلام والسعودية تدعم الإرهاب في الخارج وتحارب في الداخل وزارة التعليم في السعودية تمنع كتب القرضاوي بعد وضعها في قائمة الإرهاب نتكلم على النقطة الرابعة والتي هي غبي ينفذ هناك فقر واحتياج وهناك من يستغل هذا الاحتياج بسبب مصالح أو المال وباسم الإسلام وهناك من يفتقر إلى التعليم ويدبع الشيوخ من المفسرين الذين يحللون قتل الإنسان باسم إله الإسلام وبكتاب القرآن احتياج وفقر وعدم التعليم وفتاو الشيوخ من المسلمين ينتج عنه انتحاري وإرهابي وداعشي يحلم بالنساء والحريات والحياة الجميلة التي لم يحصل عليها على الأرض ويقتل أطفال ونساء والشياب وشباب باسم هذا الإسلام الذي هو أوهام يستغل شيوخ المسلمين مثل هكذا أشخاص لتنفيذ الإرهاب والدمار باسم إله الإسلام وآيات من القرآن هل هذا باسم الله أم باسم الشيطان؟ كل من ينفذ العملية الإرهابية هو مريض نفسي يحاول الانتحار وهؤلاء الشيوخ يستغلون هؤلاء المرضى كي ينشروا الدين الإسلامي بالفكر الإسلامي باسم إله الإسلام وتعاليم القرآن الفكر الإرهابي هو قائم على أساس آيات من القرآن وأحاديث النبي وتعاليم الله إله الإسلام وتم تنفيذ عليات قادة الإسلام وتاريخ الإسلام يشهد على هذا وهذا في سبيل الله ورسول الإسلام وكما يقولون بيت الله الحرام هو منبع الإرهاب بل هو أساس العمليات الإرهابية ومصدر التمويل الرئيسي لكل عملية إرهابية والدليل هو أغلبية التمويل من السعودية وأغلبية الانتحارين الأرهابيين هم من السعودية ويطبقون تعاليم القتل والتفجير والسلب والدمار باسم إلههم الله وكبر وتعاليم الشيوخ وآيات من القرآن ويتم ذبح الإنسان ويقول الله وكبر ويغتسبون النساء ويقولون الله وكبر ويفتون بالقتل والدمار والتدمير ويقولون الله وكبر والمنبع هو المسجد الذي يصرخ الله وكبر أي إله تدعون هذا ليس إله الحياة هذا إله الدمار والقتل دعونا نصلي إلى كل مظلوم وإلى كل من تعرف إلى اضطهاد باسم هذا الإله وكلام الرب لكم طوبى لكم وإلى كل شخص يقتل ويدمر باسم هذا الإله إله الرغبات والكذب والخداع مكتوب بالكل الذي تكيلون يكال لكم ويزيد والذي يزرعه الإنسان إياه يحصد يظن الكثيرون أن العملية الإرهابية تتطلب تقنيات معقدة وتكاليف باهظة والتخطيطات دقيقة وتنسيق على أعلى المستوى وفي الحقيقة الأمر هذا ليس صحيح بل إن تنفيذ العملية الإرهابية مسألة في غاية السهولة العملية الإرهابية هي عبارة عن أربع نقاط رقم واحد آية من القرآن أو تعاليم الشريعة الإسلامية رقم اثنين شيخ يختي رقم ثلاثة غني يمول رقم أربعة غبي ينفذ رسالتنا إلى أخواننا المؤمنين من كلمة الرب من إنجيل متى عشر عدد 22 لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يستطيعون قتل النفس لقد تنبأ المسيح عن ضيق وعن اضطهاد وقتل حيث يتم قتلنا باسم الله وقال المسيح في متى 24 عدد 13 ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص طبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات إنجيل متى 5 عشرة وهذه رسالة الرب لكم يا أبناء المسيح ورسالة الكنيسة من الكتاب المقدس نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا رسالة بولوس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 1 من 4 إلى 5 الذي فينا أعظم من الذي في العالم لا يستطيع بشر أن يغلبنا سلام الرب معكم أحبائي مشاهدي قناة الحياة ومتابعي برنامج أبناء الرافدين رب بارككم بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر